يساعد للمساكن شباب ان شاء الله قريبا خلينا جميل رح يعملنا فيديو كتير حلو ليوضح مسألة بروق البندقية السوبر ماجنوم اذا فينا نقوص فيها سلاك او لا لانه بيام معنى هلا معلومات كتير جديدة ضروري كتير تعرفوها تنتبهولها كذلك الامر رح نوضح اكتر لانه في امور صار تفسار فيها شوية التشابه انه هل البندقية الغاز اللي هي غاز اكشن تفرق عن السيستام اللي هي الانيرشيا او الكسريات او اي منطقية تانية ان شاء الله سيعطينا كل التفاصيل ترقبونا قريبا بيعطيكم الف عافية جزائي مشاهدين ارتوف هانتينج مرحبا كيف كون؟ جميل عالو من الولايات المتحدة الامريكية لفريق ارتوف هانتينج ولاية مشيين منمسيكم ومنحييكم وين ما كنتو وشكرا لخينا محمد انه لخصلنا الاسئلة وحصلها بسؤالين قبل من بلش نجاوب السؤال الاول اللي سألو اخ محمد عن المشاهدين اللي هو اذا فينا نطلق عيار سلاك من سوبر ماجنوم بس حبيت انه اذكر المشاهدين الكرام بالسبطانة و اجزائها بندقية الصايد او الشاتغان السبطانة تبعها مكسمة لخمس اجزاء بالمثال اللي حنحكي عنه هلا حبستخدم عيار اتناعش للمقاييس الخمس اجزاء هنه اول واحدة حجرة النار يلي بتجي مقاييس القطر تبعها عادة من 20.6 مليمتر على البداية لعشرين فاصل 3 مليمتر على نهاية حجرة الاحترام المنطقة التانية هي اللي تعرف باللغة الانجليزية وانا عم بستعمل هون ترجمات عربية مش المصطلحات العربية يمكن تكون المزبوطة المرحلة التانية اللي هي المنطقة القمعية يعني اللي بتضيق القطر من قطر اوسع الى قطر الدق فهي مرحلة انتقالية بعدين المنطقة الثالثة اللي هي ال constant board diameter او زاد القطر السابت يعني اللي هي بتشكل اكبر قسم ممكن من السبطاني اللي بتمشي فيها المغزوف وعادة بعيار 12 تراوح القطر طبعها من 18.3 مليمتر بالبواريد القديمة لتقريبا 18.6 او 12.7 بالبناطق الحديثة المنطقة الرابعة اللي هي بسموها الخناقة او اللي بصيروا الاضلاع يضيقوا بالقطر حتى تعطي الحصر المطلوب حسب شو نوع تشوك او 5 المنطقة الخامسة بتشوك اللي هي بكونوا الاضلاع متوازية parallel فهول هن الاجزاء الخامسة للسبطاني فهلا بنحكي شوي بالتفصيل عن حجرة الاحتراق او حجرة الاحتراق تأتي بثلاث مقاييس المقياس العادي اللي هو 2.4 انش او 70 مليمتر المقياس التاني اللي هو 3 انش 76 مليمتر او ما يعرف بالماجنوم والمقياس التالي اللي هو 3.5 انش 89 مليمتر وما يعرف بالسوبرمات حجرة الاحتراق طولة هو يوازي طول الخرطوشة من بعد ما تطلق لما تفتح وبتعبي حجرة الاحتراق ومعروف انه اذا اخدنا حجرة احتراق 70 مليمتر فيك تطلق منها خرطوشة 70 مليمتر اللي هي بيصير طولة بعد الاطلاق 70 مليمتر فيك تطلق منها خرطوشة اقصر اللي هي 65 مليمتر على سبيل المثال لما تفتح بتطلق اقصر من 70 مليمتر وبنفس المنطق فيك تطلق خرطوشة اقصر تنقول 56 مليمتر من بعد ما تفتح بتطلق اكصر من حجرة الاحتراق فبالنتيجة فيك تطلق خرطوشة طالما هي توازي طول حجرة الاطلاق او اقصر من حجرة الاطلاق ما فيها اي مشكل تماما بس عندها التنظيف بدك شوي انه تنظف السبطاني كالعادي واذا فيه شوية غبار او بارود رواسب بين حجرة الاحتراق وبين الفورسين كون او منطقة الانتقال تنظف مثله مثل العادي فبهالمنطقة هاي فينا نقول انه اذا حطينا ثلاث حجرات فيك تقوس انت ضرب 70 مليمتر بحجرة احتراق ماجنوم 76 مليمتر وبنفس الوقت فيك تقوس ضرب 76 مليمتر بحجرة احتراق سوبر ماجنوم بيلي هي 89 مليمتر فهل تستطيع فعل ذلك؟ نعم تستطيع اذا كان الخرطوشة كما قلنا اقصر من حجرة الاحتراق ولكن العكس منه صحيح يعني ما فيك تطلق خرطوشة سوبر ماجنوم 89 مليمتر بحجرة احتراق اكصر اللي هي الماجنوم اللي هي 76 مليمتر وبنفس النتيجة ما فيك تطلق خرطوشة الماجنوم 76 مليمتر بحجرة احتراق اكصر اللي هي 70 مليمتر فبما انه راجعنا كل هال الاشياء المتعلقة بالسبطاني بحجرة النار والمقاييس السلก فيك تطلقها بنفس المبدأ طالما هي اقصر من حجرة احتراق فيك تطلقها يعني السلق فيك تطلقها من Erfahrung اذا كانت هي اقصر 70 مليمتر تنقل وفيك تطلقها من السوبر ادخل اذا كانت هي تنقل 70 مليمتر أو 76 مليمتر فبالنتيجة فيك تطلق السلق من السوبر ماجنوم ولكن في بعض البناتق تحدد بتبعها انك ما فيك تطلق من السلق سويا قصيرة او او حتى نفس حجرة الاحتراك بنفس الطول. وعلى سبيل المثال الموزبرك 835. والسبب الموزبرك 835 هو لانه قطر السبطاني مصمم لحتى صيادين البط والوز اللي بيستعملوا الخردو السوبر ماجنوم ما يكون عندهم قوة افداد كتير. فعملوها بشكل انه قطر السبطاني يكون 19.6 مليمتر. يعني كتير اعلى من القطر المعتاد عادة اللي هو 18.6 او 18.7. ونتذكر نحن من الحلقات الماضي لما فكينا الفوستر سلق وايسنا القطر تبع السلق طلعت 18.4. فازا اوست السلق بالسبب الموزبرك 835. هيكون القطر السلق اصغر من كتر السبطاني من 11.4 بالنسبة للتسعتاش فازا لستة. فحيكون فيه فراغ والسلق هي وماشي بالبارل قبل ما تطلع من البارل هتكون عم منها سيبتة وعم بتخبط وتعمل احتكاك غير مرقوب فيه بالسلق طلعت من شان هيك ما انه امين. لهذا السبب موزبرك 835 فقط مش لكل الموزبرك. انه ما فيك تقوص فيها سلق غير مستحب انه تقوص فيها سلق. فمن شان هيكي من ننصحكم انه بشكل عام فيكم تقوص سلق بالسبر ماجنو. ولكن نرجع لبندقية لعلها عندها اسباب خاصة مثل الموزبرك مسلا البور دا ايامتر اعلى. او يمكن يكون عندها اسباب تاني اخرى ما منعرفها. فبتلجأ دايما للكتيب بس بشكل عام فيك تقوص سلق اذا الكتيب ما ايلك انه ما فيك تقوص سلق. فهيدا هو السبب اللي كتير الناس بتختلط عليها الامور. وبيسألوا هالسؤال انه فيك تقوص سلق من سوبر ماجنو او لا. مرجعون انه فيك كذا بندقية واحدة منهم 835 الموزبرك حتى هالتفسير هيدا. هلا هيدا الرواية العلمية اللي بنعرفها عن الموزبرك. فبالنتيجة الواحد دايما لازم يقرأ كل المعلومات المكتوبة على السبطاني تبع البارودة. والمعلومات اللي مكتوبة بالكتيب الكاتالوج اللي بيجي مع البارودة. لانه فيه معلومات الشركة بتنصحك فيها لسببا معين. في رواية تانية متداولة هون بامريكا وسألت عنا الاصحاب اللي بننادي خاصة اللي اكبر مني سبنان اللي كانوا يصلادوا بالتسعينات وبأواخر اثمانينات غزلان وحيوانات بسلق. فسألتن فقالولي انه كان في شركة وقتا كانت تعمل دعاية انه انه هي عملت السلق للسوبر ماجنوم غياسة 3.5 ما حنسمي اسمها. شركة كتير صغيرة ومغمورة غير معروفة يعني. فحاولت تسويق هيدا المنتج وكان اغلى من السلق العادية اللي هي سبعين مليميتر او سبعة وستة. ستة وسبعين مليميتر تقريبا بتلاتة اضعاف. فمانيش حط الفكرة كتير معا. وجربت تعمل دعاية انه هي احسن للسوبر ماجنوم وهوليك ما مفروض تقوص فيهم السلق بالسوبر ماجنوم وقلمة شابه يعني. فهيدي اثرت علي وعلى سمعتها والشركة اختفت وفلست يعني. فكان يقولولي اصحابي بالنادي اللي بيتسيادوا غزلان انه كتير مقوصين سلقز سبعين مليميتر وستة وسبعين مليميتر بالبوريد السوبر ماجنوم. خلصة الرامنجون ثمامية وسبعين اللي كانت سوبر ماجنوم بحي داك الوقت. فهيدي الرواية اللي حصلت عليها من اصحابي منا موثقة من كلام يعني فبتاخدوها متل ما هي يعني. فما دروري تكون موثقة يعني. فبس عم خبركم اياه من مشاركة معلومات مثل كأنه عادين جلسة صيادين وعم نحكي مع بعض. بس الموزبرك مامية وخمسة وثلاثين موثقة وموجودة على الانترنت فيكم تقرواها. هلا بالنسبة للسؤال الثاني. انه بندقية الغاز النصف اوتوماتيك مقارنة مع بندقية النصف اوتوماتيك الصدمة نزام صدمة لناشيا. او الكسرية او البريك اكشن يعني او البومب اكشن المضخة. هل هناك فرق بالسرعة اه بين المكزوف. فحتى انا واحد منكم يعني كنت فكر انه كمية الغاز اللي تستعمل بالنسبة اوتوماتيك اللي بتظهر من السبطاني لتحريك الاقسام حيخف الضغط اللي ورا المكزوف ويأثر على سرعته. اه قبل ما نعمل التجربة اللي بتخسر كمية بسيطة جدا. بس ما عيلا قديش ولا قديش بالمية. فتشجعنا وقتا كنت عم بيحكي انا وخينا محمد انه عند العدة اللي فيها ايس فيها السرعة المكزوف. وعملنا التجربة اللي حنحط الرابد تبعها بالمواصفات تحت بها الفيديو ها. فكانت النتيجة انه جبنا بامب اكشن 28 انش. وجبنا البراتة ال اي فور هندر 28 انش. النس اوتوماتيك اللي هي على الغاز. وقاررنا السرعة بنفس الخرطوشة. واخدنا المعدل طبع الثلاث طلقات. ولقينا انه الفرق تقريبا طلع شعشرة قدم بالثانية. تطلع تقريبا واحد بالمية. فاحبائي هول هني الجاوبان اللي عنا اياهون. ونشارككم فيهون. واملاحظة صغيرة انه حتى بالنسبة للسرعة بين المكزوف الغاز والبومب اكشن. حتى انا ومحمد كنا عم نحكى فيها. وما كان عنا علم بالزبط قديش هي. الا من بعد ما قيسناها بالشكل العلمي. اه وتأكدنا بنفسنا يعني. وتعلمنا معكم. يعني تعلمنا من اسئلتكن. وان شاء الله تضلنا هالعلاقة هاي انه تساعلونا. وانحنا نروح نجرب نفتش على الجواب العلمي للسؤال تبعكم. ومن خلاله منتعلم مع بعض. ومنزيد معرفتنا. وان شاء الله للاحسن والتقدم ومشاركة المعرفة. من خلال اسئلتكن. وتشارككم مع قناتكن اللي بتحبوها. قناة ارتوف هانتنج وفريق ارتوف هانتنج. ونتشكركم كتير لحسن المتابعة. وان شاء الله دايما نكون عند حسن نظامكم. وعلى اللقاء بفيديو اخر. اشتركوا في القناة